اشتركوا في القناة بدأ الكاظم معركة صعبة يقود النجاح فيها إلى إعادة هيبة الدولة ورفض الموازنة العامة للبلاد بمبالغ يمكن أن تخفف العجز المالي الذي تعانيه تلك الحرب الشرسة باتت تؤتي ثمارها وبدى ذلك جليا من خلال الأداء المتميز الذي تقوم به هيئة المنافذ الحدودية في الآوينة الأخيرة وتوزعت نشاطات الهيئة بين عمليات ضبط لمواد مخالفة للمواصفات وأخرى دون شهادة المنشأ وغيرها بأوراق مزورة نهيك عن عمليات منع التهريب فضلا عن الجهود المبدولة لإعادة افتتاح المنافذ المشتركة مع دول الجوار شجعت خطوات الكاظم الإيجابية هيئة المنافذ على اتخاذ جملة من التوصيات المهمة للنهوض بواقع العمل ومواجهة التحديات المتمثلة بالقضاء على المفسدين والمتلاعبين بالمال العام وحماية أمن المنافذ والعاملين فيها من العصابات الخارجة عن القانون وعلى الرغم من إغلاق أغلب المنافذ الحدودية بسبب جائحة كورونا إضافة إلى تصفير الرسوم الجمركية والإعفاءات لكثير من البضائع إلا أن هيئة المنافذ أعلنت مؤخرا عن إيرادات كبيرة تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي مؤكدة عزمها تحقيق المزيد من الإيرادات لدعم خزينة الدولة بالأموال تخصيص قوات حماية أمنية لكل منفذ وتوفير البيئة الآمنة لموظفي الدوائر العاملة بالمنافذ الحدودية لأداء مهامهم دون ضغط أو تخوف خطوة أساسية أسهمت في تحصين أداء الهيئة وإنهاء نفوذ الجماعات المسلحة ترجمة نانسي قنقر